طيب مكاسب الأهل من البطولة ديت وأبرز اللاعبين الشيخ طه اسماعيل شيخ المحللين كان له رأي نشوفه بقى على محمد هاني ده ابشرت باكك ولعب بشكل رائع جدا في قطع الكرات قيادة الفريق التقطيات هتلاقي هايسا مجنبه بشكل نفس الشيء كريم فؤاد يشتغل في ناحا يمين وبيكمل شوية وكريم فؤاد يلعب باكريت وفلق لعب باكليفت ممكن محمود وحيد هتلاقي برضو الولاد اللي تشتغلت عبدالحمن مانو ومحمد خليفة ومحمد محمود في نصف الملعب بنسكوا كورا وبينقوا بشكل كويس محمد محمود عبر عن نفسه بشكل كويس عمل صروهات أمامية بشكل رائع صلاح محسن جيري في المساحات بشكل كويس وبقال له مدة كبيرة يعني طبعا بيد عن الملعب وزيال زي ما اتكنه حسام حسن فرصة لتجهيزه لأن الناد الأهلي هيحتاج حسام حسن في الفترة اللي جاية هيحتاج صلاح محسن في الفترة اللي جاية أنا بتكلم عن اللعيبة اللي ممكن نتشارك في المباراة اللي جاية هيحتاج محمد هاني في مباراة الكاس العالم ويمكن محمد هاني عنده خبرة وليه عبدالبايرمونيخ وليه عبدالبايرمونيخ فكام لعيب من المعيدة اللي هنا موجودين محمود وحيد كارين فؤاد ممكن نستفادة منه محمد هاني ممكن نستفادة منه محمد بحمود حسام حسن صلاح محسن ويبقى عنده خط تاني موجود من الشباب اللي موجودين البقين ويهتم بهم كويس يد طارق لازم يهتم بين الناد الأهلي كويس ويرعيه كويس لأن ده خامة جيدة وقلمة تجد لعيب بهذه المهارات وتقدر تشتغل عليه كويس بدنياً يشتغل كويس بتديله فرص ويقدي بشكل كويس وتهتم به لأنه ده ممكن مستقبلاً يبقى يعني رافض جيد جداً لفريق الناد الأهلي أتفق مع دكتور طاها في مرأة من إجابيات ويعني تقييمه للتجربة يعني وهو توقف عنده كل واحد الحقيقة طبعاً واضح الغياب الطويل على صلاح محسن بس كمان مش معقولة لازم ينزل يتعور في آخر وقت بالطريقة دي والرجل دايس على رجله بلا مبرر وحاجة يعني وفي نفس الشيء لسه حسام حسن رغم أنه جسمه مضامر معندوش زيادة في الوزن لكن تشعر أن محتاجين ماتشاف فالبطولة دي هترجع لك كذا لعيب بإذن الله طيب قطاع الناشئين بقى تعرض لكلام كتير الفترات اللي فاتت كابتن محمد فضل في تحليله كان عنده رأي في مردود قطاع الناشئين في الناد الأهلي نشوف الكابتن محمد فضل وبعد كده نشوف مصدر مهم إيه الاستفادة أو الحاجات البوزيتيب أو الحاجات الإجابية للنادي الأهلي أن أنت لقيت عندك واحد قطاع ناشئين دايما ما تلاقي حد في الناشئين أو ولاد صغيرين كويسين زي اللي أنا قلت لك أساميهم دوله كلهم بروميسين جدا لازم تروح مدي نقول نشيد بخالب بيبو أنه هو مدير قطاع ناشئين فقدر أقولك أن خالب بيبو لأ طبعا أنت بقى عندك خامات جيدة الخامات الجيدة دي فلازم أشيد بيه لازم أبص دلوقتي المسيماني المسيماني عمل لقطة حلوة جدا ممكن أن يكون محدش أخب باله منها بعد المباراة بيسالم على اللعبة كلها دي لقطة جيدة لكن إيه استفادت من نادي الأهلي نادي الأهلي النهاردة منظم دفاعيا جيد جدا أنت جربت مغربي لا كويس جربت محمد هاني سردباك كويس محمد هاني أنت هتحتاجه في المكان الباكرايت مكان الأصلي الفترة اللي جاية محمد وحيد زي ما دكتور طاء قال لعب هو ما كاش يلعب خالص فأي يعني يمكن باله سنتين مشاركاته قليلة جدا وممكن تحتاجه في وقت من المباراة كريم فؤاد هو لعب كويس وكان مع المنتخب الأولمبي تدبا موجود محمد محمود أخد حسام حسن أخد صلاح محسن أخد فترة كل الكلام ده هتفرق معاك في الفترة الجاية بعد كسر ربط ده ميزة كسر ربط أنه هو اللعيب البعاد هيرجعولك في ماتشاط بدل برضو الماتش الودي حاجة سيف والشكل الرسمي حاجة تانية خلصة وهو ده الكلام لم يوجد المدرب له مبرر في تقديم وجود جديدة في تغيير محدود في المراكز في فلسفة النهاردة محدش قدر يا عاتل موسيماني بالعكس كله بيشيد بالعمله في الملعب النهاردة وقتحت الفرصة وبثقة وأهم حاجة أنا كنت بشوف كمية النقل تحت ضغط وخصوصا في التلت بتاعنا دي عاجة ثقة عالية جدا يا جماعة أن العيبة صغيرة تنقل بالشكل ده وتقدر تستحوز بدون ارتباك ولا تشتيت يعني لم يتوطرين ولا بيشتتوا ده شغل مدرب طيب ومحمد فضل بيشيد بمين بالقطاع النشئين وقيادة الكابتن خالد بيبو طبعا ابسط يا عم مساء الفلها كابتن خالد بتعمل لي كمين علىها كابتن خالد بيبو كابتن خالد ايه راح مننا ولا يا شباب طيب الكمين منفعش شعور ما رابطش لكن الكلام بتاع محمد فضل هو بس عشان نتكلم ان الفرصة ان انت فعلا بتفوق وبتوقف على مستوى بقية اللعبة اللي عندها فيه شغل وخصوصا ان المجموعة اللي طلعت مش كلهم تسعة وتسعين ده فيه ناس اصغر من مراحل تانية يبقى فيه شغل في هذا القطاع بتاخد من اكتر من فرقة تجربة بتاعة كابتن خالد بيبو كإدارة هذا القطاع في وجود مدير فني اجنابي ايوة يعني لازم يكون له تأثير الاختيارات يعني خليفة ده موجديد سير دي باك كل ناس اشهد بيبو الراجل جه هذه الاضافات انا اقدر اتكلم فيها لانك كان كنت قريب شوي في الفترة دي من عملية ومحتاجة تطوير يعني عشان ميهربش مننا مواهب محتاجين نفعل بعض الادوار بشكل اقوى يعني انما التجربة لحد دلوقتي لا فيها تنظيم وفيها يعني عودة احمد عبدالقادل ما برضو دي رؤيك وكل العيد بيخش بيتوفي عليه من لجنة المواهب كابتن خالد ومدرب الفريق بعد اخذ رأي الخبير الاجنبي فعملية بتخش في كذا مرحلة لحد ما تجبوه لك لاعب يستطيع ان ينافس وياشئ بانه فيدك قدام طيب ماذا نجاح مستر موسيماني في ادارة المباراة او ادارة هذا الظرف الصعب الكابتن احمد حسن كان له رأي مهم والحياة احمد حسن ارأه في الفترة دي بالذات سواء ما يتعلق بالمنتخب وكاس الامم او ما يتعلق النهاردة بهذه المباراة ارأ فيها كمية نطج واضح جدا نشوف رأي الصقر في اداء مستر موسيماني انا شايف انه راجل بنسبة بيه بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن التدعيم الكبير اللي عمله قدارة النادي الاهلي مع بداية الموسم انا شايف انه هو بنسبة 95% هو نجح مع النادي الاهلي في المهم اللي هو فيه اضم صوتي لصوتك بعيدا عن طريقة في وقت من الوقات طريقة اللعب مهار دكتور بايدو في الاول وفي الاخر هو استحالة يا فضل ان في مديف فني النهاردة ولا فيه فرقة هتفضل تاخد كل حاجة طول الوقت مهار دي ما تبقاش منافسة ما هو لازم موسيماني يقع في الدوية علشان يتعلمه علشان يستفيد علشان يشوف النواقص اللي عنده علشان يشوف المشاكل اللي عنده علشان يضايح له نهار دا ضاية النادي الاهلي لما تعقدت عند النادي الاهلي لقد سكوات كبير جدا 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 من ماكيسوني وبرستاو ومجموعة لعيبة اللي جات بالزبط ومجموعة لعيبة اللي جات اللي بقت موجودة انا شايف اني المهمة اللي هو فيها نجح فيها بشكل عام انا شايف انه راجل انا انا اديله 8.9 من 10 لان في الاول وفي الاخر راجل حقق المطلوب طيب هو كل كلام وانت عايزه بالموتش عايزه من البطولة دي الظرف بتاعك بيقولك ايه طيب انت استغلتها ازاي الناس متفقة مع ما حدث والناس شايفة كمان ان عند قطاع ناشئين دلوقتي متنظم بيقدر يطلع لك احتياجاتك من كذا فرقة بيعرف يطلع لك احتياجاتك في الاماكن اللي انت عايزها وواضح ان فيه نوع من اللينك المطلوبة بين القطاع الناشئين وبين الفريق الاول وده كان مطلوب كل ده لازم بيقولك ان انت ماشي بخطة صح في هذا القطاع يبقى الناس لما جابت وحطت التنظيم ده وهيكلته بالطريقة دي وترأسه شخص بقيمة كابتن خالد بيبو يبقى كانت حطة رهان لحد دلوقتي الرهان كويس انت كسبان اتمنى ان ان نستمر على هذه السياسة واتمنى هذا التناغم والتواصل يوصلنا مش كل اللعيبة اللي طلعت لازم حتلاقي فرص لكن كلها حتخليها تحت المنظر ومعظم حيطلع بعضهم يطلع اعارات والبعد الاخر تقدر تحتفظ به فالإشادة والنقطاع الناشين ياخد حقه ده واجب الحقيقة لانه كان فيه ضغط وكلام كتير فين الناشين فين الناشين مش عشان تتكلم على الكرة المصرية لازم تجرجر النادي القالي معك لا النادي القالي حطت خطة حطت سيستم وماشي فيه بشكل صح والمواب دي كلها محتاجة فرص للمشاركة سواف الإعارات أو الرعاية اللي جاية بالزبط كده إن شاء الله ده كان كلام مهم جدا لكن كمان الرسالة لجمهوري النادي القالي باحتضان هذه المواهب بمساعدة هؤلاء اللاعبين الصعادين بالفهم المباشر لطبيعة البطولة إن أنا أقدر أستهلك اللعيب الكبار في بطولة زي كده من غير ما أقف على الناشين ولا أكتشف مواهبي ولا أعرف العناصر الموهوبة اللي عند لنا أقدر أعرضها حتى للإعارات من خلال هذه البطولة ده أفيد وأجدى من إن أنا أفوز بالبطولة أفوز بالبطولة ده الهدف اللي دايما النادي القالي بيلعب عليه لكن هناك أهدف أخرى لابد أن تتحقق وأعتقد مستر موسيماني والجهاز الفني شغالين بوعي في هذا الاتجاه ترجمة نانسي قنقر